وعود ترامب الانتخابية التي ذكرها أكثر من 200 مرة بعضها قال أنه سينفذها في اليوم الأول كرئيس وتعهد لن أكون ديكتاتورياً باستثناء اليوم الأول قدم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب 41 وعداً يعتزم الوفاء بها في اليوم الأول كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية واعتمدت صحيفة واشنطن بوست قاعدة بيانات لخطب ترامب منذ إطلاق حملته في 15 من نوفمبر 2022 حتى العاشر من سبتمبر 2024 لتحدد قائمة وعود يقول ترامب أنه سيبدأ تنفيذها منذ يومه الأول كرئيس وقد ذكر هذه الوعود أكثر من 200 مرة في حملته الانتخابية وفقاً لتحليل الصحيفة لخطبه فما هي أبرز وعود ترامب الانتخابية؟ يركز ترامب في حملته الانتخابية على الخطاب المعادل المهاجرين وقدم وعوداً حازمة لليوم الأول تتعلق بهذا الموضوع أكثر من أي شيء آخر وفقاً لتحليل الصحيفة يشير الوعدان الذين يذكرهما في أغلب الأحيان بدء أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي والقضاء على كل سياسة حدود مفتوحة لإدارة بايدن إلى حملة صارمة على الهجرة لكنه يقدم القليل من التفاصيل حول الإجراءات المحددة التي سيتخذها البيت الأبيض وعد آخر قطعه ترامب في اليوم الأول بشأن الهجرة هو إنهاء حق المواطنة عند الولادة وهو مبدأ أساسي للحقوق المدنية الأمريكية المنصوص عليها في التعديل الرابع عشر وبين 2023 و2025 وفي 45 مناسبة على الأقل هدد بقطع التمويل الفيدرالي للمدارس التي تسمح بإجراء مناقشات حول العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي الذي يعترض عليه كما وعد ترامب 31 مرة بإلغاء ما يصفه بأنه تفيض بايدن للسيارات الكهربائية التي تشير عموما إلى معايير انبعاثات الوقود لإدارة بايدن ومجموعة من الحوافز كما قال ترامب 9 مرات أنه سيرغي الصفقة الخضراء الجديدة وهو مصطلح برز في قرار تغيير المناخ لعام 2019 الذي اقترحه الديمقراطيون الليبراليون في الكونغرس بالإضافة تعهد ترامب في اليوم الأول بسن السياسات من شأنها أن تؤثر على الحياة الشخصية للأمريكيين المتحولين جنسيا ووعده الأكثر تكرارا على هذه الجبهة هو منع النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في الرياضات النسائية وهي ملاحظة أدل بها 18 مرة كما اقترح فرض حظر وطني على جراحات تأكيد النوع الجنسي للقاصرين وهو ما يسميه تشويه الأعضاء التنسلية للأطفال وتشير الصحيفة إلى أن مقترحات اليوم الأول الأخرى من ترامب تغطي مجموعة من المواضيع ويذكرها بشكل عابر في أغلب الأحيان في خطبه مثل تعهده بإلغاء ثلاثة من الأوامر التنفيذية لبايدن في يومه الأول أحدها يتعلق بنمو ذكال إصطناعي والآخر يوسع عمليات التحقق من الخلفية لشراء الأسلحة وآخر يعزز التنوع والإنصاف والشمول في القوى العاملة الفيدرالية هل سيتمكن الترامب من الإفاء بوعوده؟ بحسب صحيفة واشنطن بوست إن العديد من وعود الترامب تقع خارج نطاق سلطة الرئيس بمجاب الدستور وفقا لخبراء قانونيين وحتى بعض تلك التي تقع ضمن اختصاصه ستواجه تحديات قانونية أو لوجستية من شأنها أن تجعل تنفيذها مستحيلا في جدول زمني قصير لكن ترامب حاول تجاوز هذه القيود من قبل وقد يحاول مرة أخرى في فترة ولاية ثانية محتملة وبعد الضغط عليه في أواخر العام الماضي للتعهد بعدم إساءة استخدام السلطة إذا عاد إلى البيت الأبيض قال ترامب أنه لن يكون ديكتاتوريا باستثناء اليوم الأول متعهدا بإغلاق الحدود الجنوبية وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر